اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فايز انت قلت لي انك عملت انواع تير من الديت و من الحميات الغذائية اه طبعا كبرة طيب هلا انا بدي اسألك هيك كم سؤال لشوف انت مثلا شو الاشياء الي عندك اذا تطابق مع المعلوماتي او في عندك اشياء تانية ممكن انك هات اسألي عادل شفت تفايز كان دارش فترة انه الناس يقولوا اذا بيعرقوا بيروحوا عالسونة وما بعرف شو بينزل وزنن جربت هيدا الموضوع انا اقولك انا هي مكتوب عنها انا بروح النادي بدخل سونة وبخارج وكوزي وشغلات هاي بس بكتب تحزير على نفسها يعني بكتبوا انه والله انه قعدت اكتب من عشر دقايق اهدا مضرب الكلة يعني تقريبا هيك بكتبوا صراحة انا كنت هيك شايفة طيب فيه ناس كمال بفكروا انه اللي بيعملوا رياضة وبيعرق كثير كمال بينزل وزنه يعني على قد ما بتعرق على قد ما بينزل وزنك هذا الطبيعي اه اه انت يعني انا بعرق فبحرق دهون وبحرق هذا اه انت بتعتقد انه العرق يعني عم تحرق دهون بالظب طيب فيني انا جاوبك ولا اه جاوبين احط اللحمة وجاوبين احط اللحمة التي هي جبناها هبراء اكيد بدون دهنة ابدا اه فيز كثير مهمة عملية العرق هي عملية بيستعملها الجسم لحتى يبرد حاله ايو يعني لانه الجسم اللي بتعمل رياضة اكيد بيحرق طاقة مظبوط وممكن انه هيدا الشيء يسبب ان الجسم اتعله مثلا يعني لو ما في عرق كانت اتعله داجت حرق الجسم كثير لحتى يعدل الجسم درجة الحرارة اللي هو فيها بيطلع العرق فمش معناتها إذا نحن عرقنا نحن عم نعمل رياضة هيدا الشيء انه بيخلينا يعني كون وزننا عم ينزل فيك تكون مثلا انت عم تمشي أو عم تتحرك أو عم تسبح ومعم تعرق بس عم تحرق دهون عرفت كيف يعني فيه ناس مثلا بيقولولي انه يمكن انه التقس شوب كتير بالصيف ما فينا نمشي بنعرق كتير ما فينا نمشي فكتير مهم انه الشخص يعرف انه مش ضروري نعرق ومش ضروري نشوب لحتى نكون عم نخسر وزن انا بينك لما اروح النادي هناك مبارتحش ايش اروح العب شوية تنس ايه شوية تنس طورة هناك بيك بونك ايه بلعب شوية بيك بونك بطلع ممكن فوال عمشي لعشرة دقائق على الساعة ايه فبكون خلاص عارفة مولى يعني بعدين في عندي شوية ألعاب سويدي عشان اجري وهذا يعني بدينا شوية تمرين بلاقي الأميس هيك صار مي بقول بس هاي خلاص احترق اللي بدي حرون اه صراحة صراحة ايك بعمل اه لا هلأ من هلأ وبرريح ما تفكر هيك بدنا نغير شوية طريقة تفتيرنا فايل نغير طالما انت قادر انك تعمل رياضة هاي متل ما عمقلك حتى على درجة حرارة معتدلة يعني مش ضروري تكون مشوب ب coc هاي اون الحركة نفسها رح تساعدك واكيد خلال ممارسة الرياضة صحيح يعتبر صحيح مضبوط هو العرق بيكون فيه بقلبه أملاح أصلاً بالضبط فالأفضل وقت اللي مناخد مشروبات مثلاً ناخد المشروبات الخاصة بالرياضيين خلال ممارسة الرياضة لأنه هيدا بيساعدنا الشي فذالي بنتبس مع التونيك بياخدوا تونيك و مش عارف هاي أشياء كده يعني فيه فيه أسماء كثيرة بس هي مشروبات خاصة بالرياضيين حالا هنحط فصول البيضة والفصول الخضرة مع بعض ونقلبهم مع شوية بصل هلأ بتعرف عادة المفاهيم الخاطئة بتنتشر بسرعة وبتصير الناس يعني تداوله فيه أشياء الوتينية يعني مثلاً إنه الواحد ما يشرب مية كثير يعني هو بلعب عامل رجيم يشرب مية كثير عشان يخسل إيش الدم ويخسل مش عارف إيش أنا هيك بتقلي يعني كان بيقول لي مثلاً رجيم كيميائي مثلاً أو رجيم الأسبوع هذا ولا الأسبوعين إنه أشرب مية كثير ما بعرفش ليه أشرب مية كثير هلأ جمالاً فايز بما أنك جبت سيرة الريجيم الكيميائي رجيم الكيميائي بيعتمد على البروتينات بشكل كثير كبير أيوه؟ الاعتماد الكلي على البروتينات هذه شغلة أول شيء ممكن تسبب زيادة الكوليسترول بالدم لأنه عادةً بيكون مصادرها اللحوم وخاصةً اللحوم الحمرة والبيض مثلاً خاصةً صفوار البيض أنا أقول لي شيء معلش هناك صراحة فيه صفوة خضار وفيه صراطة وفيه كل شيء بس مش بكميات كافية معظمه بيض والحوم أوكي هلأ فايز نحن الأبحاث بتأكد والعلم بأكد أنه الجسم الإنسان بحاجة على الأقل ل130 جرام من الكاربوهايدرات خلال النهار لحتى ما يصير عنا مادة تنفرز مادة اسمها الكيتونز الكيتونز معلش مية و كم؟ 130 جرام من الكاربوهايدرات من الكاربوهايدرات اللي هي رز وشهرات هذه يعني نشط ممكن يكون الكاربوهايدرات ممكن تكون بالمواد النشوية ممكن تكون رز مثلاً معكرونة خبز خليك معاي حط البهارات خبز الحليب الفواكه كل هيدول الأشياء فيهم نشطية كاربوهايدرات اللبن يعني يومياً هاد يفوت تكون حصة من أكلتنا يومية هلا أكيد يعني منشان هيك نحنا نظامنا مش لازم بس يكون مرتكز على البروتينات حيلاً لأنه بدنا 130 جرام من الكاربوهايدرات أي لحتى ما ينفرز عنا الكيتون لأن الكيتونز الكيتونز شو هو الكيتونز الكيتونز عبارة عن دهول مكسرة جزئياً بتدور بجسمنا هذا موضوع كبير اسرنا شوي أحط البندار أحط البندار بدأت تدخلي كإنجليزي بس تدخلي كإنجليزي بس تدخلي كإنجليزي بخاف منك أحط الصلصة لا أنا ما بدي إياك تخاف لا حتى بالعربي بيقولوله الكيتون بالعربي نفسه بالعربي لا ضروري Leute تسمع عنه فايز نعم كلتا ما أهلا ك tobو تكسرel لكن الكيتونز عبارة عن دهول مكسرة جزئياً كما استمرت للبضوض نعم عندنا كيتونز. عندما كيتونز تعلي بالجسم. ما يحدث؟ ممكن يؤدي هذا لأنه يحدث عندنا نسبة اليوريك أسد تعلي. وبالتالي هذا يؤدي له. ماذا؟ ماذا يا فايز؟ ماذا يا فايز؟ ها خليك تتقولي. لكن اليوريك أسد يعلي. هناك أشخاص يحدث عندنا واجع بالمفاصل. ها ماذا تعلم علي؟ ماذا تتوقف عن الجرح؟ والذها يحدث عندنا في مرض النقرس. يا رطيف يا رطيف ممكن يتوقفوا عندنا بلشاء في الكلام. وعندنا أنني لأبدأ العمال الأفغام وجعلها لأ البداية من الأفغام وجتناار ألاحظучها. وهذ Jean تلك الإشاراء until theakita wants to drink مع بذ responded to laakita so quick. عندما ن bring in 10 دائرة أحيانا أمشون دائرة therefore أنا أذهب إلى البيت ويكون مكسر ركبتي خلاص جد ألم ألم يعني ما تصور أديش ألم قوي قوي مجرد ما نقدر تحفي البيت برجع عادي طبيعي هلأ يمكن هيدا الألم يقل له عدة أسباب عرفت كيف التقل ممكن يكون عامل رئيسي بالحقيقة فايد بالضبط الوزن الزايد أكيد يعني أنت حامل وزن زايد عن طاقة جسمك صحي عرفت كيف هيدا ممكن يكون له تأثير ممكن يكون فيه أشياء تانية هيا إيش اللي صار أنا بعدين إيش اللي عرفوا ببساطة على كلامك أنه أنا بأخذ في الرجيم تباعي لحمة وبردقان وهذا كله فيه أملاح هاي أملاح أحيانا بتعمل لي أنا مشكلة أنا عمدي مثلا أملاح في رجلي فيبكي لما أكلها أبدأ أكلها وما فيش مي كتير بشرف مي كتير مثلا تبدأ تعمل هيك معاي هذا اللي حصل معاي هلأ طبعا الأشخاص اللي يعانوا من داء النقرس هاي دول في عندهم وضع خاص بس بإجمال إذا منا نحكي هيك بالخطوط العريضة انو يحاولوا يبتعدوا خاصة عن اللحوم العضوية هاي هاي انه من الكبد مثلا الانخاع لا المعلقة ولي المعلقة ويقول ليش فيه هلا بدأت تغلي معانا هاي لازم كمان ايه معلقة متركة لها تغلي هنغطيها شان ما قطعب كتير اوكي وخلينا نبلش بالوصف الثاني ونرجع للمعلقة لان انا من المعجبين جدا بالمعلقة اهيل ير